بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية أهلا وسهلا ومرحبا بكم معا نلتقي من جديد وحلقة من برنامج مدرسة على الهواء ولغة الضاد اللغة العربية دعونا في البداية نرحب بالأستاذ الكريم الأستاذ صلاح عبد المنعم أهلا وسهلا محضرتك أستاذ صلاح مرحب بك ومرحب طلاب والأبناء العزاء أستاذ صلاح احنا مازلنا نتواصل مع أبنائنا العزاء ونمازج امتحانية فيها كل ما يتوقع بإذن الله وإن شاء الله نتمنى ونرضي من الله عز وجل أن تكون بعض هذه الأسئلة أو كلها إن شاء الله موضوع امتحان هذا العام بإذن الله الطلاب الأعزاء طبعا اقترب وقت الامتحان ساعات قليلة وستكون بإذن الله أمام الامتحان وكلما اقترب وقت الامتحان كلما ضقت ساعة العمل وكلما شعرنا بإذن الله بالأمل أتمنى أن تكون لديك ثقة كبيرة بالله عز وجل وبنفسك بإذن الله لأن الثقة هي التي ستدفعك دائما إلى الأمام وإعطي لنفسك دائما رسائل إيجابية أنت بالفعل تستطيع أن تفعل الكثير بإذن الله أيها الأبناء والأعزاء نشمر جميعا ونستعد لامتحان آخر العام ونحن بدورنا نحاول أن نأتي لكم بكل ما هو جديد ومفيد من الأسئلة وأنتم أيضا بكل ما تستطيعون من بذل الجهد تحاولون الوصول إلى التفوق بإذن الله إن شاء الله سنكون الأداة التي تصلون بها إلى هذا التفوق ستطلح يبني سريعا نتناول فقرات هذا النموذج وأول ما يريد بعد موضوع التعبير هو القصة القطع الأولى من الفقرات ماذا تقول؟ لدينا فقرة تقول ومن ذلك اليوم تغيرت نفسية صبينا تغيرا تاما عرف الله عرف الله حقا وحرص على أن يتقرب إليه بكل ألوان التقرب بالصدقة حينا وبالصلاة حينا آخر وبتلاوة الكرآن مرة ثالثة ما كان يدفعه إلى ذلك خوف ولا إشفاق ولا إيثار للحياة نعم وأول ما يريد هو اللغويات مراد في إيثار معنى كلمة إيثار تفضيل تفضيل ومضاد تغيرت تغيرت بالطبع ثابتة نعم ما اليوم المشار إليه في العبارة السابقة؟ نعم هذا هو اليوم الذي قد مات فيه أخو الصبي الذي كان يحبه طاها وكان شابا في الثامنة عشرة من عمره نعم وقد حزن الفتى كثيرا من أجله وقد حزنت الأسرة وارتدت ثوب الأحزان لفترة طويلة وقد أثر ذلك في حياة الصبي حيث أنه شعر بالحسرة والألم ليس هو وحده بل الأسرة بأكملها وربما مصد محمود ده هذا أثر في نفسية الصبي بالأخص بشكل آخر ما هذا الشكل؟ نعم تغيرت حياته تغيرا كاملا فبدأ يعني يرى أخاه يأتي له كل ليلة فيما يراه النائم يراه وقد أصابه الحزن والضيق وما إلى ذلك فكان لا يستطيع النوم كذلك أثر وفاة الفتى الطبيب على الصبي أيضا أنه أخذ يعرف أن هناك ما يسمى بالموت الذي هو قريب من كل إنسان فبدأ يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات وبدأ يحرص على الصلاة وتلاوة القرآن الكريم حتى إنه عاهد نفسه بأن يعني يصلي لأخيه ويصوم له كما يصلي لنفسه ويصوم أيضا أنظر أستاذ محمود ربما يأتي السؤال الإجابة في الفكرة نعم فكيف أفتر في حياة الصبي تغيرت نفسية صبينا تغيرا تاما عرف الله حقا وحرص على أن يتقرب إليه بكل ألوان تقرب يمكن للطالب أن يأخذ الإجابة من القطعة مفصلة يمكن له ذلك وعليه أن يشرحها ويضيف إليه نعم حتى يحصل على الدرجات كاملة إن شاء الله ما الذي أنسى الصبي أو أنسى الصبي أحزانه فيما بعد الذي أنسى الصبي أحزانه فيما بعد أنه تجه إلى الأزهر وصفر إلى الأزهر وأخذته الدراسة قليلا وربما هذا أنساه أخاه الذي كان لا يستطيع أن ينساه وهو في الريف فقد بدأت الأسرة تنسى أو تتناسى إلا طاح سين والأم نعم وظل وفيا له لمدة خمسة أعوام حتى انشغل بعد ذلك في الأزهر الشريف فلم يكمل الصيام ولا الصلاة لأخي كما كان يفعل نعم سؤال بما تفسر اتصلت أواصر الحزن عند الصبي والأسرة هذا السؤال ربما أعزم محمود قد صغت منه الكثير في الفترة السابقة وربما هذا هو الذي يأتي به الممتحن في الفترة السابقة بما تفسر اتصلت أواصر الحزن عند الصبي والأسرة وهذا هو الفصل الذي فيه أحزان كثيرة ألا وهو فصل سهام القدر نعم ربما ذلك لوفاة أختيه ثم وفاة أخيه ثم في نفس هذا العام مات جده لأبيه وجده لأبيه وأيضا جدته لأمه نعم إذن تواصلت الأحزان وأواصر الحزن اتصلت في البيت لوفاة الطفلة ثم بعد ذلك مات جده لأبيه ثم مات جدته الفانية لأمه ثم بعد ذلك كانت المصيبة والطامة الكبرى بوفاة الطبيب الأخ نعم بما تفسر أيضا كان الفتا يرى أن ما حدث له ولأخته حدثين آثمين نعم هذا سؤال يعني يأتي بطرق أخرى كثيرة ولكن الفتا شعر بأن ما حدث له ولأختيه هو حدثين آثمين فموت أختيه كان يشعر أن فلسفة الأمهات الآثمة هي التي أضاعت أخته حيث أن الطفلة ظلت تبكي وتصرخ عفوا ولا أحد يلبي النداء ظنا من الأمهات من من الأطفال لا يصرخ من من الأطفال لا يبكي كما مثلها تلك هذه الفلسفة الآثمة هي التي أضاعت الطفلة والتي ربما أيضا هي التي أضاعت بصر الفتا نعم وربما يكون السؤال في خطأ مطبعي كان الفتا يرى أن ما حدث له ولأختيه حدثين آثمين نعم تماما ننتقل بعد ذلك أستاذ صلاح إلى فقرة أخرى من فقرات القصة أيضا أو القراءة يعني بعد القصة القراءة وموضوع قيم إنسانين نعم ودائما يلفت الزكر الحكيم إلى سمو الإنسان وأنه يفضل سائر المخلوقات فقد خلق في أحسن تقويم وسوي وعد لو ركب في أرواع صورة ووهب من الخواص الذهنية ما يحيل به كل عنصر في الطبيعة إلى خدمته نعم وأول ما يعني قلنا يتناوله أبناؤنا الأعزاء في الامتحان هو المرادفات واللغويات مفرد كلمة خواص مفرد كلمة خواص خاصة نعم يلفت تعني الثانية والثالثة أي يوجه وينبه تماما ومرادف كلمة يفضل يفضل معناها يفوق والمراد بسائر المخلوقات سائر المخلوقات أي جميعها تماما ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة التالية ودائما يلفت الزكر الحكيم إلى سمو الإنسان وأنه يفضل سائر المخلوقات وضح مبينا بما يتحقق ذلك هذا السؤال أيضا موجود في الفكرة المخلوقات نعم فضل الإنسان على سائر المخلوقات حيث إنه سوي وعدل وركب في أفضل صورة كما إنه أعطي ووهب من الخواص الزهنية ما يجعل كل الطبيعة مسخرة تحت أمره نعم طيب وكيف نستطيع أو بما يتحقق ذلك يتحقق ذلك بأن يستخدم الإنسان تلك الخواص الزهنية استخداما طيبا ويستخدم العقل استخداما طيبا نعم تماما الإنسان قد خلقاه الله حرا والإسلام أكد على هذه الحقيقة ولذلك السؤال يقول يولد الناس أحرارا كيف أكد الإسلام هذه الحقيقة نعم ربما هذا الجزء من الأسئلة أزم حمود يتحدث عن الجزء الخاص بالرقيق فالإسلام حينما جاء كان الرق مستأصل ومتواجد بصفة مستمرة وراسخ في المجتمع نعم كان متأصلا في المجتمع ومتجزرا فيه وبالمناسبة والصلاح كلمة متأصلا بمعنى متجزرا وعكسها أو مضادها مقتلع أن هذه الكلمة من الكلمات أيضا الهمة التي ربما يأتي بها الممتحك نعم كان الرق متأصلا ومتجزرا ومتشعبا في الأمم فماذا حدث؟ راسخ في المجتمع فما كان يمكن أن يستغنى عنه مباشرة أو يحرم مباشرة لكي يجي سؤال هل حرم الإسلام الرق؟ هل حرم الإسلام الرق؟ يعني الإسلام عندما جاء وجداه متأصلا ومتجزرا فلم يستطع تحريمه مرة وحدة وإنما حرم الرق تدريجية أو بالتدريج أو اتخذ إجراءات اتخذ أي هو لم يستطع أو لم يحرم ولكنه اتخذ إجراءات من شأنها الحد من الرق لأنه كان نظاما راسخا في المجتمع لا يمكن القضاء عليه مباشرة ولذلك اتخذ إجراءات من شأنها أن يصبح الإنسان حرا ويظهر ذلك أن كثير من الصحابة وعلى رأسهم أبوكر الصديق امبرأ كثير من الصحابة وعلى رأسهم وكلمة امبرأ أيضا إزمحمود معناها تصدى كثير من الصحابة وعلى رأسهم أبوكر الصديق لشراء العبيد ثم تحرره وأيضا جعل الإسلام تحرير العبيد كفار للزنب مهما قبر هذا الزنب وجعل تحرير العبيد له ثواب كبير وأيضا حرم بيع الأمل التي استولدها زوجها فإن مات ردت إليها حريتها وأصبح الأبناء أيضا أحرارا نعم إلى جانب أعطى الحق الكامل للعبد في مكتبة مولا والمكتبة هي وثيقة بينه وبين سيده وهذه الوثيقة كانت تنص على أنه ينال حريته مقابل مبلغ من المال يكسبه من عرق جبينه نعم الإسلام كله تسامح يا صلى الله عليه بالطبع ولذلك ربما يأتي الممتحن يقول ضرب الإسلام أروع مثل للتسامح الدنيا ولا يسأل كيف وإنما يريد من الطالب أن يأتي ببعض الأمثلة التي يعرفها للتسامح الديني أيد ذلك بما تعرفه من أمثلة في التسامح الديني في الإسلام نعم حينما يعني من خلال التاريخ الإسلامي نرى أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عهد الرسول مع نصارى بني نجران فهو حينما دخل إلى نصارى بني نجران أعطاهم الأمان وأعطاهم القدرة على التعامل ولم يمسوا وأعطيوا الأمان في ديارهم كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع نصارى بيت المجدس حينما دخل أقام عمر بن الخطاب معهم ما يسمى بالعهدة العمرية وتلك العهدة تنص على أن لا تمسك نائسهم ولا صلبانهم وأن يعطوا الأمان في ديارهم نعم وهذا ما يدل على التسامح الإسلامي وظل هذا التسامح باقيا وسيبقى ولا يمكن أن ينكره أبدا إلا جاحت نعم كذلك معلوم أن هناك من يدعي أن الإسلام انتشر بحد السيف وأكدوا ذلك بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فتحات الخلفاء الرشدين ولذلك أتينا بهذا السؤال الإسلام دين سلام للبشرية فما القوانين التي وضعها الإسلام لتحقيق ذلك أولا الرد على من يقول أن الإسلام قد انتشر بحد السيف لابد أن نعلم أنه قد نزلت الآية الكريمة لا إكراها في الدين كما أن الإسلام لم يجبر أحد على الدخول فيه فالإسلام دين سلام للبشرية والدلائل الكثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع الكثير من القوانين التي تدل على أن الإسلام دين سلام ففي الحرب لا يقتل شيخ أو امرأة أو طفل ومعادات من يعادين ومسالمة من يسالمنا وأيضا الحرب للدفاع عن العقيدة فقط نعم يقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم والله يحب المقصطين إذن الله عز وجل لا ينهانا عن معاملة غير المسلمين معاملة حسنة ما داموا لا يقاتلوننا ولا يخرجوننا من ديارنا وهذا أكبر دليل على التسامح الديني للإسلام ننتقل بأبنائنا الطلاب سريعا ونحن في عجالة نريد أن نأتي بأكثر الأمثلة وبكم كبير حتى تتم الاستفادة إن شاء الله ننتقل إلى فرع آخر من فروع اللغة العربية وهو الأدب سؤال الأول يقول طغط العقلانية على العاطفة لدى شعراء الديوان ما معنى العقلانية أصبح العقلانية بمعنى يعني الإنسان عندما يترك العاطفة ويترك الرومانسية ويتجه إلى الفكر يعني طغيان الجانب الفكري الزهني الزهني بالفعل أيضا ربما يقول الممتحن ربما جاء في بعض الأعوام سأل عن اسم المدرسة التي ينتمي إليها ذلك نعم فيقول مثلا ليس الديوان في الأصل مثلا طغيان الجانب الزهني أو الفكري نعم كان يأتي ببعض الخصائص ويقول انسب كل خصيصة أو من هذه الخصائص للمدرسة التي تنتمي إليها بالفعل منها أيضا يمكن أن نقول أن الزهنية الجفة هو أمر قد اختص بمدرسة الديوان تماما وذلك بسبب وضوح الجانب الفكري وذلك لقصرة تأملهم في الكون وتعمقهم في أسرار الوجو نعم سؤال آخر بما تعلل تطلع شعراء المهجر إلى المثل العليا نعم تطلع شعراء المهجر إلى المثل العليا حنينا إلى رسوخ القيم في مجتمعاتهم الشرقية إذا ما قيصت بالقيم في مجتمعاتهم الجديدة فحينما انتقل أصحاب مدرسة المهجر وهاجروا وتركوا المجتمع الشرقي قد وجدوا الفرق واضحا بين هذين المجتمعين في الحياة الجفة التي وجدوها في المجتمع الغربي نعم بما تعلل اقبال قراء الشعر بالشرق العربي على شعر المهجر الطبيعي أن نرى أن الناس يقبلون على ما يتماشى مع مشاعرهم أو أفقارهم وهذا ما حدث بالفعل شعراء المهجر قد أصروا في قراء الوطن العربي كثيرا وذلك لأنهم وجدوا شعرهم يعبر عن ما يدور في قلوبهم وأحاسيسهم ويودون التعبير عنهم نعم معنى ذلك أن هؤلاء الشعراء كانوا مضطهدين في يعني بلاد الشرق وفي بلادهم فلما هجروا أوطانهم إلى الأمريكاتين الأمريكا الشمالية والأمريكا الجنوبية في هذه الحالة استطاعوا أن يعبروا عما بداخلهم بكل حرية ولذلك قراء الوطن العربي أحسوا أن هؤلاء الشعراء يعبرون عما يريدون هم التعبير عنه ولا يستطيعون في بلادهم ولذلك أقبلوا على قراءة شعر أدباء المهجر تغنى شعراء المهجر بالسماحة الدينية علل أيضا تغنى شعراء المهجر بالسماحة الدينية لأنهم وجدوا هناك فرق واسع بين التعصب الديني في الشرق عامة وفي لبنان خاصة وبلاد الغرب التي تقدس الحرية السمحة الواسعة في المعتقد نعم ننتقل بعد ذلك إلى سؤال في الأدب النسري وفي الأجناس الأدبية وعن الرواية يقول الرواية التاريخية لا تنفصل عن الواقع المعاصر وضح عفوا نزم حمود بس أريد أن أوضح للطالب أن هناك دائما سؤالا يأتي في المدارس ولابد أيضا أن يأتي كما قلت في الفنون النسرية نعم ما الفنون النسرية التي لدينا المقال والقصة القصيرة والرواية أما المصرحية فقد ألغيت نعم ولابد أن يأتي هنا وهنا أزم حمود والأسئلة الأدب لا تأتي اختيارية تمام هي أسئلة إجبارية ولا ربما يأتي الممتاح بأسئلة تضم هذه الأجناس الأدبية كلها نعم يعني سؤال عن المقال سؤال عن القصة القصيرة سؤال عن الرواية ممكن أن يقارب بين القصة القصيرة والرواية مقارنات بالفعل نعم والخيال العلمي والواقعية نعم اللواية التاريخية لايمكن أن تنفصل عن الواقع فيتتحدث في الأصل عن الواقع حيث تحمل إسقاطات معاصرة تهدف في kaybean وإثارة الوعي القومي فحينما أتحدث عن رواية في الماضى فأنا يمكن أو أقيم إسقاطات تتحدث أيضا عن الواقع الذي نعيش فيه فهيا لايمكن بأي حال من الأحوال أن تنفصل عن الواقع الذي نche إذن ربما ستستطيع أن أستعيد وأسترجع هذه الأحداث التاريخية التي حدثت قديما وأفعل إسقاطا للواقع الذي نعيش فيه ما شروط تعدد الشخصيات في القصة القصيرة؟ تعلم عزيز الطالب أن الشخصيات في القصة القصيرة لابد أن تكون قليلة جدا وإذا تعدد الشخصيات في القصة القصيرة لابد أن نتحدث عنها وكأنها في مجموعها معا أي لابد أن نتحدث عن كل شخص بمفرده ولكن نتحدث عنهم وكأنهم في التحام تام وتوافق فإذا تحدثت مثلا عن مجموعة أحمد ومحمد وخالد فلابد أن أتحدث عنهم كلهم في مجموعة أو ذهبت المجموعة وجاءت المجموعة لا يمكن أن أتحدث عن كل شخص بمفرده وإلا ستصبح بذلك رواية لأن رواية الشخصيات قد تكون كثيرة ومتشايرة نعم لأن القصة القصيرة لابد لها من عنصر التكسيف والتركيز وكذلك الوحدة اتجاه القصة القصيرة إلى الواقعية بعد الحرب العالمية الثانية وأيضا علم أيضا القصة القصيرة كانت تتلأم مع الواقع الذي نعيش فيه فاتجت القصة القصيرة بعد الحرب العالمية إلى الواقع حيث كان الواقع يتحدث عن ذلك قرد فعل الحرقة الشاملة التي حدثت في المجتمعات بعد الحرب العالمية من سياسة واقتصاد واقتماع وفكر وغيره نعم ننتقل بأبنائنا الأعزاء إلى سؤال منتال مباشرة لأسئلة الأدب ألا وهو البلاغة ويأتي الممتاحن ببعض أبيات الشعر طضر الصلاة أود أن أقول فقط لعزيز طالب وربما قد سئلت من كثير من الطلاب عن درجات الامتحان نعم سيد محمول ممكن توضح لنا عن درجات الامتحان بالتفصيل تماما وأنا معك يعني أكتبها للطلاب حتى يستطيع الطلاب أن يعلموا وهم يعني على أبواب الامتحان كم درجة لكل فرق نعم التعبير الوظيفي أربع درجات نعم نعم التعبير المقالي أو الإبداعي عشر درجات نعم نعم ثم بعد ذلك القراءة القصة سبع درجات والقراءة سبع درجات الأدب ست درجات البلاغة أيضا ست درجات النص الإجباري عشر درجات نعم والاختياري وكذلك الاختياري عشر درجات نعم وأخيرا النحو عشرون درجة لو جمعنا هذه الدرجات بالصلاح هللاقي إن أربع تاشر تعبير أربع تاشر قصة وقراءة كده تمانية عشرين اتناشر أدب وبلاغة كده أربعين والنصوص عشرين والنحو عشرين يبقى أربعين درجة هكذا يكون السمانون درجة للغة العربية نتمنى أن ينال الطلاب السمانين درجة كاملة نعم نرجو من الله ذلك بإذن الله ننتقل سريعا إلى هذه الأبيئات الشعرية التي أعدها الأستاذ صلاح حتى تكون أمام أبنائنا الطلاب للتدريب على الأسئلة البلاغية التي ترد في امتحانات السنوية العامة نعم تقول الأبيئات قل للشباب دعي التلهي وانصرف للمجد واستلهم خطى الآباء بالجد تبلغ ما أردت ولم ترى شعبا تخاذ لعد في الأحياء صوت الشباب من الزئيري فإن دعى هز الرواسي عند كل دعائي وإذا رمى كان القضاء وإن بنى عجب الزمان لساحر بنائي ترابطت أفكار الشاعر مع وجدانه وضح هذا السؤال كثيرا ما يأتي ولابد للطلاب حينما يتحدثون أو يبدأون في حل أسئلة البلاغة لابد أن أفهم البلاغة أو أقرأ الأبيئات كراءة متأنية وأحاول أن أفهم فهما عاما للأبيئات وأحدد العاطفة التي تسيطر على الشاعر فإذا كان يتحدث الشاعر مثلا عن شيء جيد شيء نحبه فهو تكون العاطفة زمحمود الحب أو الإعجاب تمام يعني الصلاح هناك من الطلاب ونحن نعذر أبناءنا الأعزاء أو القليل بينهم يعني في ذلك أنهم يعني يقرؤون هذه الأبيئات لأول مرة وربما لم ترد هذه الأبيئات في أي التدريبات تدربوا عليها من قبل فمنهم من لا يستطيع قراءتها قراءة جيدة ومنهم بالتأكيد الذي لا يستطيع القراءة الجيدة لا يستطيع الفهم الجيد بما ننصح أولئي الأبناء الأعزاء حتى يتوصلوا إلى العاطفة التي يشعر بها الشاعر عندما ينقل إلينا تلك الأفكار في البداية لابد أن أفهم الأبيئات فهما عاما أنت لست مطالبا بأن تفهم فهما كاملا أو تفصيليا في كلمة قد تأتي غامضة لا تستطيع أنت أن تفهم معناها فلابد أن لا تقف أمامها لابد أن تفهم الأبيئات فهما عاما ومن خلال تلك الأبيئات تستطيع أن تستنتج العاطفة المسيطرة على الشاعر فالعاطفة مثلا يمكن أن تكون فرح حزن ألم إعجاب ضيق اعتزاز فخر ولا يمكن أبدا أن تتحدث عزيز الطالب عن العاطفة وتقول العاطفة هي العمل أو الشباب العاطفة إحساس فلابد أن تكون عاطفة مسيطرة على الشاعر من خلال تلك الأبيئات فإذا كانت الأبيئات أو الكلمات تتحدث عن شيء محزن فيه حصرة وفيه حزن إذن الأبيئات أو العاطفة المسيطرة على الشاعر هي الحزن والأسن وإذا كانت الأبيات تتحدث مثلا عن شيء نحبه فهي العاطفة هي الحب والإعجاب وإذا تحدث مثلا عن شيء سيء مثل الاستعمار أو الإرهاب فالعاطفة هي الضيق من كذا من الاستعمار أو من الإرهاب ومن خلال تلك العاطفة نستطيع أن نجيب عن كل أسئلة التجربة الشعرية لأن التجربة الشعرية العاطفة يعني عنص أساسي فيها زمان إذن سؤال تربط الأفكار والعاطفة الصلاح هو من الأسئلة التي تدرب أبناءنا الأعزاء عليها كثيرا أو على الإجابة عنها كثيرا على أبنائنا الأعزاء أن يأتوا بالعاطفة أولا يقولون ظهرت عاطفة الشعر في الأبيات وهي عاطفة هنا طبعا وعاطفة الإعجاب بالشباب وحبه الشديد لهم أيضا صاغ أو نقل إلينا هذه العاطفة من خلال أفكاره فأبدع وأجاد حيث يقول ويشرح أبناءنا الأعزاء شرحا مبسطا ثم بعد ذلك يعني يستطيعون أيضا أن يأتوا ببعض الألفاظ التي تدل على مثل هذه العاطفة حبه للشباب مثلا مثل كلمة استلهم خطى الآباء أو هذه العبارة داعي التلاهي المجدد داعي التلاهي الزئير وهز الرواسي وكان القضاء عجب الزمان كل هذه وكلمة ساحر كلها تدعو للإعجاب بهؤلاء الشباب الذين يعملون من أجل رفعة أوطنهم استخج من الأبيات محسنا بديعيا نذاكر أبناءنا الأعزاء في عجالة والصلاح بالمحسنات البديعية المحسنات البديعية هناك محسنات بديعية معنوية ومحسنات بديعية لفظية المحسن البديعي المعنوي هو الطباق والتورية أما المحسنات البديعية اللفظية فهي السجع والجناس والتصريع وفي النسر عفوا التصريع وحسن التقسيم والجناس وفي النسر السجع والازدواج والجناس أيضا في النسر يأتي أيضا يأتي التصريع وحسن التقسيم في الشعر فقط السجع والازدواج في النسر فقط أما التباق والتورية والجناس كل المحسنات المشتركة نعم تمام هنا أسيد محمود دائما أقول للطلاب ابدأ بالتباق فالتباق ربما يكون أسهل المحسنات البديعية أو المقابلة إذا كان هناك المقابلة في المعنى نعم ثم ننظر إلى التصريع التصريع أسيد محمود هو اتفاق آخر حروف الشطر الأول من البيت الأول مع آخر حروف الشطر الثاني سألتك يا سخرة الملطقة متى يجمع الضهر ما فرق كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم هنا تصريع طيب إذا لم يجد الطالب أسيد محمود تباق أو تصريع يبدأ بعد ذلك في الجناس هو تشابه بعض الحروف أو كل الحروف مع اختلاف المعنى وهذا أيضا يستطيع الطالب أن يصل إليه بكل سهولة إن شاء الله إذا لم يجد بعد ذلك عليه أن يبحث عن حسن التقسيم وهو تقطيع البيت إلى عدة أجزاء متساوية أو حتى شطر البيت يقطع إلى جزئين متفرد بصبابتي متفرد بكأبتي نعم متفرد معنا هنا مثلا نبحث عن محسن بديعي في البيت الأول سنرى يمكن أن تقول بين التلهي والمجد بينهما طباق التلهي والمجد بينهما طباق يبرز المعنى ويوضح تماما ننتقل إلى أسلوب إنشائية ويمكن أيضا في البيت الثاني الجد وتخازل بينهما طباق يبرز المعنى ويوضح تماما أما الأسلوب الإنشائية في الأبيات بالطبع أسمع الطلاب يقولون لأن الأسلوب الإنشائية بالطبع سهل جدا قل للشباب قل نعم وهو نوعه أسلوب إنشائي نوعه أمر وغرضه النصح والإرشاد نعم أستاذ صلاح يعني إذا أتى الممتحم بقوله استخد أسلوبا إنشائيا واذكر نوعه وغرضه على الطالب أن يجيب بثلاثة أشياء نعم استخرج أسلوبا إنشائيا يقول الأسلوب الإنشائية قل للشباب نوعه أمر غرضه النصح والإرشاد أو الحس إذن هنا على الطالب أن يجيب كما يريد الممتحم طب سيد محمود إذا طلب لماذا آثر الشاعر الأسلوب الإنشائي كلمة آثر أي اختاره وفضل فضل نعم لو قال الممتحم وذلك على أبنائنا العزاء أن يقولوا هذا لإصارة الزهن وجذب الانتباه إلى أهمية دور الشباب والعمل من أجل رفعة الوطن أما إذا أتى وقال يعني لماذا آثر الشاعر الأسلوب الخباري فنقول للوصف والتقرير وإظهار حبه الشديد لهؤلاء الشباب الذين يعملون من أجل رفعة الوطن ولبيان أن هذا الكلام حقيقة مسلم بها مسلم بها لا تحتمل الشك نعم أما إذا قال آثر أو فضل الجمع بين الأسلوب الخباري والأسلوب الإنشائي فيقول هذا ويقول ذاك ثم يكمل بقوله وجمع بينهما للمشاركة الوجدانية وليبعد الملل عن السامع أو القارئ تمام نعم أسلوب القصر نعم إذا أردنا أن نذكر الطلاب بأساليب القصر فأذكرهم بأنه أول ما نبحث عنه هو إنما فإذا لم نجد النفي والاستثناء لم يذكر إلا محمد إذن نفي والاستثناء أو تقديم وتأخير تقديم محق وتأخير نعم التقديم والتأخير نعم وأيضا العطف ببل ولكن ولا وتعريف المبتدأ والخبر حينما أقول مثلا أنت الخصم والحكم كانت أنت الخصم بتعريف المبتدأ والخبر تمام أسلوب القصر ودائما وأبدا أسلوب القصر يفيد التأكيد والتخصيص والحصر تمام نعم فهنا حينما أنظر يا أزم حمود بالجدي تبلغ ما أردت نعم قد بدأت الجملة بالجاري والمجرور فهنا أسلوب قصر عن طريق التقديم يفيد التأكيد والتخصيص والحصر نعم ما الخيال في عجب الزمانه لاحظ عزيز الطالب أنه قد أتى السؤال أتى هو بالصورة وطلب منك أن نعلم نوع الصورة تمام لم يقل استخرج وهذه هي طريقة الممتحن في الفترة الأخيرة أن يأتي بالصورة الخيالية ويطلب مننا أن نعلم ما نوع هذه الصورة الجمالية فهنا عجب الزمان استعارة مكنية صور الزمان بإنسان يعجب وسر جمالها التشخيص وتوحي بمدى العمل الذي يفعله الشباب ليجعل الزمن يتعجب نعم ننتقل أيضا إلى النص الإجباري بعد البلاغة مباشرة ولابد أن يكون نصا نثريا نعم ونذكر أبناءنا الأعزاء بأنه لابد أن يكون واحدا من هذه الثلاثة إما قصة نظرة نعم وإما مقال الصغيران وإما مقال أنت سيد قرارك واحد من هذه الثلاثة لابد أن يكون طرفا في الامتحان إن شاء الله وسيسأل فيه الطالب كسؤال إجباري نعم لا محيص عنه نعم بالطبع بالطبع لابد عليه عشر درجة وعليه عشر درجة نعم وستاذ محمود نحن تناولنا في الفترة الأخيرة نعم أنت سيد قرارك نعم وأيضا الصغيران تمام ونظرة من النصوص المهمة جدا لابد للطالب أن يذاكر الثلاثة لأن السؤال يأتي إجباريا تمام فنظرة وأنت سيد قرارك والصغيران لابد أن يذاكروا جيدا نعم نعم ماذا تقول الفقر الصلاح؟ تقول واستأنفت سيرها على الجانب الآخر وقبل أن تختفي شاهدتها تتوقف ولا تتحرك وكادت عربة تدهمني وأنا أسرع لإنقاذها وحين وصلت كان كل شيء على ما يرام ووجهها المنكمش الأصمر يتابع قرى من المطاط يتقاذفها أطفال في مثل حجمها وكبر منها وهم يهللون ويصرخون نعم كادت عربة تدهمني ما مرادت كلمة تدهمني؟ تدهمني معناها تفاجئني تفاجئني نعم ويمكن أن نقول تصدمني تصدمني تمام أما كلمة يهللون فعكسها؟ كلمة يهللون بمعنى؟ بمعنى يصيحون يعني فرحين يبقى عكسها يحزنون تمام أو يصمطون أو يصمطون لأنه التهليل بالسلط تمام ربط الكاتب بين عنوان القصة والنهاية التي وصلت إليها أو انتهت إليها واضح نعم عنوان القصة هو قصة نظرة ونظرة هنا هناك نظرتان نظرة الكاتب للتفلة أو نظرة التفلة للأطفال وهم يلعبون ولكن هنا هو يريد إلى ما انتهت إليه الأحداث وهي نظرة التفلة للأطفال وهي نظرة حرمان نظرة التفلة إلى الأطفال وهم يهللون ويصرخون ويلعبون هي نظرة حرمان ولذلك سميت القصة بقصة نظرة ربما لنهاية الأحداث ألا نستطيع أن نقول إنها نظرة وأمل أيضا يا صلى بالطبع نعم ولذلك أراد الكاتب أن لا يحرمها من هذا الأمل في أن تنظر إلى الأطفال لعلها تكون مكانهم يوما ما ربما أيضا النهاية التي وصلت إلى هذا الصلاح ويريد الكاتب أن يلفت نظر المجتمع أو نظرة المجتمع إلى هذه الطبقة الفقيرة من الأطفال والتي تعامل معاملة حادة وقاسية من يعني الطبقة الأرستقراطية الغنية سيد محمود دعني يعني أعكى أمام الطلاب في بعض الأسئلة التي ربما ترد في هذا النصر نعم من أهم سمات القصة القصيرة التكسيف والتركيز نعم نرانا يقول الكاتب في نهاية القصة ألقت على القرى والأطفال نظرة طويلة هل كلمة طويلة لا تتلائم مع مبدأ التكسيف والتركيز الذي لابد أن تتواجد فيه القصة القصيرة لا هنا كلمة طويلة يعني هي حتى وإن كانت تعني طول النظرة ولكنها تتلائم مع مبدأ التكسيف والتركيز لأن الطفلة هي تنظر هذه النظرة كنظرة أمل حتى إنها لم تستطع أن تطيل فيها لمدة أكثر من ذلك فقال الكاتب بعدها مباشرة ثم ابتلعتها الحارة وهذا أكبر دليل على الصراع النفسي الداخلي الذي كان في داخل الطفلة لأننا نعلم أن القصة لا تخلو من الصراع فهناك صراع داخلي داخل هذه الطفلة هي لا تدري أتبقى أم تذهب أتنتظر تنظر إلى هؤلاء الأطفال تستمتع بلعبهم وتأمل أن تكون مكانهم أم تذهب حتى لا تؤذى من مخدومتها وتضرب وتنتقم منها لتأخرها هذا كله استطاع الكاتب أن يكثف أفكاره في كلمة طويلة وهي تعني الحرمان وتعني الأمل وتعني أيضا الصراع الذي كان موجودا داخلها ونستطيع أن نقول أن الكاتب استطاع أن يأتي ببعض الكلمات البسيطة التي فيها تكثيف وتركيز وتخبر بمعاني كثيرة إذن كلمة نظرة طويلة أو حضرتك تريد أن تقول أن كلمة طويلة على الرغم أنها كلمة ولكنها تعطي معاني كثيرة كثيرة تمام بل يظهر فيها مبدأ التكثيف والتركيز نعم طيب الكاتب قال في جزء آخر ولا عن سوبيها القديم الواسع المهله الذي يشبه قطعة الكماشة التي ينظف بها الفرن نعم هل هنا يظهر مبدأ التكثيف والتركيز ثم وصف قدميها التي كانت تطلار زي ليه الممزك كمسمارين رفعين نعم هذه التفصيلات هل تتلاءم مع مبدأ التكثيف والتركيز هو يعني هناك من النقاد من قال أن الكاتب كان عليه ألا يأتي بمثل هذه التفصيلات الضقيقة ولكنني أختلف معه لماذا؟ لأن الكاتب لم يشر إلى صفات الطفلة يعني مباشرة وإنما هو جعلها في ثنايا حديثه الكاتب لم يشترك كما نعلم مع الطفلة في أي تحوار ولم يقحم نفسه ولم يقتحم هذا الموقف ليكون طرفا فيه وإنما الكاتب يتحدث وكأنه راون فأراد أن يخبر عن حال تلك الطفلة وما تعانيه من فقر وضيق السعة اليد وما تعانيه من الإهمال الشديد وما تعانيه من الضعف الشديد ومن الحاجة إلى الثوب النظيف وإلى الطعام الذي يملأ الجسد ويعطيه الصحة وإلى أيضا يعني الهيئة الجميلة بدلا من هذه الهيئة الزرية كل ذلك وغيره الكثير جعله الكاتب في ذلك الوصف الضقيق دون أن يقول أو أن يشير بأنه سيصف تلك الطفلة وهذا أيضا فيه من التكثيف والتركيب إذن نستطيع أن نقول أن تلك التفصيلات الضقيقة ليست عيبا في القصة القصيرة طرامة أنها تغدم المعنى فربما الكاتب لم يتحدث عن الطفلة بالتفصيل لم يقل لنا من هي بل لم يقل أنها خادمة في الأساس بل جعلنا من تلك التفصيلات الضقيقة وأن نستنتج ونستنبط تلك الأشياء وربما قيل أستاذ محمود أن الكاتب قد جلس مع نفسه وكتب وتحدث وكتب كلمات ثم حزفها حتى يظهر لنا النص بتلك الصورة الجيدة التي يبدو فيها أنه لا يوجد كلمة واحدة في غير موضع نعم ولكن لحديثك الصلاح وهنا لم يذكر أنها خادمة وإنما في عبارة أخرى قال الخادمة تلك الخادمة الطفلة نعم نقص نعم 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 ننتقل إلى سؤال آخر يقول ماذا نعني بقولنا فيما يتمثل نحن تكلمنا عن تكتف 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 نعم نعم تناولنا هذا السؤال ماذا نعني بقولنا أن الراوي في قصة نظرة كالملقن على خشبة المصرح السؤال في هذه الجزئية يأتي بأكثر من طريقة نعم فقد قيلة هل تغت شخصية الراوي على أحداث القصة نعم شخصية الراوي لم تدغى على أحداث القصة الراوي هو يوسف إدريس نعم يوسف إدريس لم يتدخل على الإطلاق في أحداث القصة وربما يسأل بعض الطلاب لقد عدل للتفل الحمد هذا ليس تدخلا هذا ليس تدخلا في الأحداث التي قد تغير من مجرى الأحداث الكاتب كان مجرد واصف لأحداث القصة دور يوسف إدريس في أحداث القصة يشبه دور الملقن على خشبة المصرح فهو لا يتدخل في النص وإنما فقط ينقله هو مجرد ناقل نعم يعني هو موجود ولكننا لا نشعر به لا نشعر بدوره دوره موجود ولكننا لا نشعر بهذا الدور لأنه لم يشترك في أي حوار مع الطفلة أستاذ محمود هل تتواجد في هذه القصة حوار؟ هناك حوار ولكنه حوار صامت يعني هذا الحوار يا أستاذ صلاح حوار داخلي داخل الطفلة فمثلا عندما نظرنا إلى الطفلة أو عندما قرأنا أن الطفلة كانت تنظر إلى هؤلاء الأطفال وهم يتقاذفون الكرة ويهللون ويضحكون ويسرقون كل ذلك أشعرنا بأن هناك حوارا كان في داخل الطفلة بينها وبين نفسها فهي تسأل نفسها متى سيمنع هذا الحرمان؟ سأكون مثل هؤلاء الأطفال سأكون مثل هؤلاء الأطفال متى ستنتهي هذه الظروف القاسية التي أنا بصددها متى سأكون خرة؟ متى لن أستعبد بعد اليوم؟ متى ستنتهي علاقتي بمخدمتي تلك المرأة التي تعاملني معاملة قاسية؟ كل هذا فهمت من نظرة الطفلة ومن تلك الأحداث ولذلك هو حوار هناك حوار لا أستطيع أن أمكر أن هناك حوارا في هذه القصة صامت أكثر فاعلية من الحوار المنطوق نعم لأننا قد نشعر به أكثر كما حدث مع تلك الطفلة وربما رأينا أستاذ محمود قد تحدث عن حوار طويل قد تخيله وتخيله أي إنسان قد يقرأ تلك القصة بالتمعين والتفق ننتقل من هذه الإبنة طيب لا تفضل الصلاح أنا بس بعض الكلمات وزن محمود أيهم أجمل يتقذفها أم يقذفها؟ هو كلمة يقذفها بمعنى يلقيها نعم وإنما يتقذفها بمعنى يتبادل إلقاءها إذن والكرة تتبادل في إلقائها بين من يلعبونها مجموعة من الأطفال مجموعة من الأطفال ولذلك كلمة يتقذفها أجمل لأنها تدل على اللعب بتلك الكرة بين أقدام هؤلاء الأطفال جميعا ويمكن أصرح حاجة كمان مدام إحنا نناقش أو نتناقش مع أبنائنا الأعزاء أو معا من أجل أبنائنا الأعزاء لماذا عكز الكاتب على قدم الطفلة؟ يعني هو تحدث عن قدمها وقال إنها كمسمارين رفعين ثم قال بعد ذلك مخالبها الدقيقة وراحت مخالبها الدقيقة تمضي بها إذن هو تركيز على قدم الطفلة وكأن الكاتب أراد أن يقارن مقارنة دقيقة بين قدمي الطفلة وأقدام الأطفال نعم فهؤلاء الأطفال أقدامهم تتبادل الكرة في لعب ولهو نعم وهم حفاة ولكن حفاة للعب واللهو نعم ولكن هي حفاة للفقر والألم نعم إذن هي حفاة رغما عنها ولكنهم حفاة بإيرادة نعم هل أفادت كلمة المنكمش الأصمر بعد وجهها كثير؟ نعم المنكمش الأصمر هي كل كلمة تعطي معنا في القصة القصيرة نعم المنكمش كلمة المنكمش تأتي حينما يكون الإنسان قد إيه؟ قبر ده دلالة على مدى المعاناة التي تعانيها الطفلة كما كان كلمة الأصمر توحي بيوز محمود كلمة الأصمر توحي بالضعف يعني هؤلاء الأطفال لابد أن يكون هناك نظارة في وجهه نعم أطفال صغار فهناك نظارة في الوجه ولكن كون هذه الطفلة يعني وجهها شاحب الأصمر هنا لا يعني اللون فهناك من ربما أيضا سمر الحرارة الشمس القوصية التي قد جعلت الطفلة تعاني وتقاصي من تلك الأشياء نعم إذن نستخلص من ذلك أن كل كلمة في قصة نظرة قد أضافت معنى جديد وهو ما يظهر فيه مبدأ التكثيف والتركيز نعم ابنة ضيعتها وضيعت أحلامها أو أحلامها الفقر ننتقل منها إلى ابنة أخرى ابنة اليم ابنة اليم يا ابنة اليم ما أبوك بخيل ما له ملعا بمنع وحبس أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجس نفسي مرجل وقلبي شراع بهما في الدموع سيري وأرس جميل ابنة اليم والصلاح ابنة اليم طب هنا ابنته سأفعل مصر نعم ابنته لا مصر لا محبوبته لا واليم هو البحر والصلاح اليام إذن طالما حدثتك قلت اليام هو البحر إذن هي السفينة هي السفينة نعم تماما إذن ابنة اليم تعني السفينة نعم جمع الشراع جمع الشراع هو أشريعة وشرع وهنا في الاختيارات أشريعة فقط تماما نعم بلابله والدوح والطير اختر لما سبق من صور ما تناسبها من بين الأقواس يعني كلمة بلابله الصلاح هل هي كناية أم استعارة مكنية أم استعارة تصرحية أم تشبيئة أم مجاز طب هيا بنا نفاكر الصلاح هي كلمة بلابله في الأبيات ماذا يقصد بها البلابل هنا يقصد بها الشعب أو أهل الوطن اللي هم المصري نعم نعم يعني صور المصريين بالبلابل حذف المشبه وصرح بالمشبه به إذن هي استعارة تصرحية نعم إذن أول اختيار بلابله استعارة تصرحية والدوح أيضا والدوح أيضا نعم إذن يقصد بالدوح والصلاح الدوح هو الوطن المقصود به هو كلمة الأشجار الأشجار نعم الأشجار الملتفى أما المقصود بها الوطن إذن شبه الأوطان بالدوح وحذف أيضا المشبه وصرح بالمشبه به تماما والطير يقصد بها المستعمر المستعمر إذن شبه المستعمر بالطير حذف المشبه وصرح بمشبه به إذن كل هذه الكلمات هي استعارة تصريحية ولاحظ عزيز الطالب أن كثيرا أو غالبا ما تأتي الاستعارة التصريحية في كلمة واحدة نعم تبرز الأبيات وما زالت الأبيات أمام أبنائنا تبرز الأبيات نهج الاستعمار في معاملة الشعوب ومقاومة هؤلاء الشعوب لها من خلال أمل الشعر وضح ذلك بالطبع حضرتك قلت أكثر من مرة هنا يا أزمحمود أن سؤال الشرح لا يأتي مباشرة وهنا الشاعر أو الممتحن يريده من الطالب أن يكون فاهما للأبيات ويشرح ولكن من خلال السؤال الذي أتى به فهذه الأبيات تظهر مدى معاملة الاستعمار للشعوب معاملة سيئة والنهج الذي يسير عليه فهو هنا يحرم على الشعوب خيراتها ويأخذ هذه الخيرات لنفسه على إنها حقوق نعم ولذلك تساءل الشاعر هل من الحرام أن تعيش الناس أوطانها وحلال للأجانب والمستعمرين أن يعيشوا فيها إذن حق الشعوب أن تبقى في أوطانها وتنتسب إليها نعم والمستعمر البغيض يسلب ذلك الحق ويمنحه لكل الأجانب من كل جنس ولونه هذا ما يستنكره الشاعر في هذه الأبيات نعم سل الصلاح يتهم أو يتهم خيال شوقي في البيت الرابع بالتناقض البيت الرابع اللي بيقول نفسي مرجل وقلبي شراع وأعتقد أن شوقي هنا جمع بين المرجل والشراع ما المقصود بالمرجل الآن؟ المرجل هو مكان الوقود الذي يتوجد فيه الوقود المعنى الحرفي له هو القدر الذي يغلى فيه الماء ولكن المقصود منه كما قلت حضرتك هو مكان الوقود أو الوقود في السفينة وجمعوها مراجل ومراجيل تمام البيت الرابع جمع فيه بين المرجل وهو الوقود وبين الشراع وهو ما يكون في السفينة لتوجيهها هل هناك تناقض في ذلك الصلاح؟ السفينة إما أن تكون سفينة بخارية وإما أن تكون شراعية نعم وقد جمع شوقي بينهما هنا وذلك قد يعني وصفه بعض النقاط بالتناقض على رغم أن بعض النقاط قد رد وقال أن شوقي قد أتى هنا ربما أتى بذلك لأنه أراد أن يجعل السفينة ربما إذا لم يكن هناك شراع للسفينة فقد تمشي أيضا بالبخار يعني نستطيع أن نقول أنه أراد أن يجمع بين الاثنين ليضمن سلامة الوصول فإذا ما تعطل الشراع الوقود وجد الشراع حتى يعود إلى وطني مرة أخرى إلى جانب حاجة تانية الصلاح أن الشاعر لا يتحدث عن حقيقة علمية بالفعل لا يتحدث عن قبل علم وليس علما نعم هات من الأبيات تشبيها واذكر نوعه نعم التشبيه كما قلنا للطلاب الأعزاء لابد أن يكون المشبه والمشبه به الإثنان في الصورة التي أمامنا نعم فإذا نظرنا إلى الأبيات سنجد نفسي مرجل المشبه موجود ومشبه به موجود وقلبي شراع المشبه موجود ومشبه به موجود إذن هذا تشبيه وهو تشبيه بليغ نوع التشبيه هنا تشبيه بليغ نعم طباقا واذكر أسره الطباق واضح هنا في البيت الثاني بين كلمتين حرام وحلال طباق يبرز المعنى ويوضح نعم استخرج أسلوبا إنشائيا وآخر خباريا واذكر غرض كل منهم بالنظر إلى الأبيات هناك أكثر من أسلوب إنشائي فأحرام على بلبيله الدوح أسلوب إنشائي النوع استفهام والغرض التعجب والاستنكار ويا ابنة اليان أسلوب إنشائي غرض أسلوب إنشائي نوعه نداء غرض التحصر والاستعطاف نعم القصيدة من معارضات شوقي فمن المعارض؟ القصيدة من معارضات شوقي ما المعنى المعارضة الشعرية أولا نسو حمود بعد إذن نعم المعارضات هي أن يتناول الشاعر يعني قصيدة لشاعر آخر يعني يستخدم بعض الألفاظ أحيانا ويتناول نفس الأفكار ملتزما نفس الوزن والقافية ولكنه يعارضها لا لتقليدهم وإنما يبدو كأنه منافس لهم إلى جانب أنه ليثبت أن الضعف الذي أصاب الشاعر في مرحلة الضعف لم يكن نابعا كما يدعي البعض من ضعف اللغة العربية وإنما هو نابع من ضعف لغة الشعراء أنفسهم لذلك المعارض هنا في هذه الأبيات هو البحتوري عارض أحمد شوقي في هذه القصيدة هو البحتوري وقد تفوق على البحتوري فنيا نعم يعني لو قررنا كده الصلاح ما بين البيت الأول من قصيدة شوقي اختلاف النهار والليل ينسي اذكر للصبى وأيام أنسي وبين البيت الأول من قصيدة البحتوري التي كان يقول فيها صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل جبسي أيها تفوق شوقي لأنه بدأ الأبيات بحكمة نعم والحكمة فيها براعة استهلال تماما كما أن شوقي أيضا واتفق الإثنان في أنه بدأ بالتصريع نعم ولكن أحمد شوقي قد تفوق لأن بداية الأبيات بحكمة تنم عن فكر وتأمل وأنه لم يستجدي الكرماء كما فعل البحتوري تماما ننتقل بعد ذلك إلى بعض الأبيات من نص كم تشتاكي الصلاح تقول كم تشتاكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم ولك الحقول وظهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم والماء حولك فضة رقراقة والشمس فوقك عسجد يتضرم يعني نريد مرادف أريجها صلاح أريجها وردت في البيت الثاني ولك الحقول وظهرها وأريجها أريجها معناها عطرها نعم وظهرها مفردها زهرة ومضاد معدم الغني وجمع نسيم أنسام ومفرد الأنجم نجم تقول كلمة تقول حرقة سريعة أزمحمود نعم نعم الوقت وداهمنا الوقت وداهمنا ولذلك حاس أن أنا ركب موتسيكلة نعرف حيثك تقول إنزلنا على الموتسيكلة لكن معلش لا 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 ديئتين نعم كلمة تقول إحنا قلنا توحي بقية الصلاة كلمة تقول توحي بعدم الاقتناع بمزاعم الشكو نعم ننتقل سريعا إلى السؤال الآخر إلى ما يدعو الشاعر الإنسان في الأبيات السابقة كانت اشتكي هو دعوة للتفاؤل تماما وكيف أقنعه بدعواته ومن خلال الأشياء الجميلة الموجودة في الكونة التي تبعو دائما الإنسان للسعادة والفرحة والتفاؤل نعم هي بنا نأتي بمحسن بديعي معنوي من الأبيات والصلاة معنوي كما قلنا منذ قليل إما الطباق أو المقابلة أو التورية التورية نعم في البيت الأول أرقلد والسمى بينهما طباق يبرز المعنى ويوضع تماما ثم ما سكر جماله خلاص تشبيها التشبيه هنا الماء فضة والشمس عزجل تشبيه بليغ يوضح المعنى تماما وحسن التقسيم حسن التقسيم في البيت الثاني هنا ولك الحقول وظهرها وأريجها ونسيمها حسن التقسيم يعطي جرسا موسيقيا نعم وظهرها وأريجها والحقول كلها لأبنائنا الأعزاء أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية أتينا إليكم بحقل كامل في نهاية هذه الفقرة من الظهور نتمنى أن نقدمه إليكم إن شاء الله في نهاية العام بعد أن تحققوا النجاح والتفوق بإذن الله لا يسعونها في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم بخلص الشكر إلى الأستاذ صلاح عبد المنعم شكرا لحضرتك بالصلاح شكرا أستاذ محمود ولا يسعوني إلا أن أدعو للطلاب الأعزاء بكل الأمنيات والتفوق والنجاح بإذن الله كما نتقدم بالشكر إلى فريق العمل بالقناة وأيضا أشكر موصول لأبناء الأعزاء على حسن المتابعة دمتم دائما في نجاح وتفوق بإذن الله وإلى لقاء آخر سلام الله عليكم ورحمته وبركاته